البسيمة من الحلويات اللذيذة قوي اللي هي قريبة شوي من البزبوسة بس مش بزبوسة قوي يعني اقترها طعم جزهند. مش بنفكر نعملها على رغم انها سهلة ولذيذة وجاملة جدا دايما بنجيبها في اسط طبق الحلويات مستخبية كده في اسط البزبوسة او جنب البزبوسة بس مش بيرم اعارفين دي ايه. بس بيها طعمها لذيذ اوي. حاجة كده بجوز الهند. اه يعني هي الغلبة على طعم البزبوسة اكتر من البزبوسة عشان نعملها هي سهلة وبسيطة ونجحة جدا وبتطلع دايما النجحة عن البسبوسة كمان. اول حاجة هنعملها فيها للشرباط عشان انا مش عايزها لا سخن ولا بارد. هحط كبايتين سكر وكباية مية على النار. ولما هتغلي هزود لها عصرة لمونة كالعادة يعني زي ما بنعمل للشرباط بس الشرباط بتاعها بيبقى تقيل شوية. بعد كده المكونات بتاعتها في كلها 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 نص كباية نص كباية في منهم نص كباية سمنة. انا حطها تسخن بس على النار مش تقدح ولا حاجة وبعد كده هحط المكونات كلها مع بعض وان هنزل لكم المكونات في الوصف. هي المكونات نص كباية دي ونص كباية سكر ونص كباية لبن ونص كباية سميت بسبوسة ونص كباية ثمن. وحبت فانيليا وحبت بيكينج بودر وفي الاخر بنزود كبايتين ونص جزهن. بس عامتا هي عشان ما نتلبخش هي كل المكونات بتاعها نصاص كلها. هقلب المكونات كلها مع بعض لحد لما السمنة يعني تسيح بس يعني انا مش عايزها غير بس انها تسيح شوية على النا اول ما هتسيح ههضفت لها معلقة عسل عسل ابيض وقلبها يعني افضل اقلب شوية لحد ما العسل يدوب. وبعد كده هحطها على المكونات كلها معادة جوز الهند يعني انا ضفت كل المكونات وقلبتهم مع بعض. وبعد كده هقلب عليهم السمنة السيحة. وحاول ادخل يعني حاول اقلب كتير قوي قوي. انا مش فارق معي انها تنشف هي مش هتبقى نشفة اللي هينشفها زيادة كمية الجوز الهند بس. يعني مش التقلبي اللي هينشفها ولا حاجة. انا هفضل اقلب لما السمنة الدوب. وبعد كده هزود كوبايتين ونص جوز الهند. انا هزودتهم بالتدريج شوية علشان اعرف ادويبهم كويس ويدخلوا مع مكونات الدقيق والسمنة كويس. اه طبعا انا عايزها تبقى انشف من السمك اللي انا عاملها ده انا هزود جوز الهند. هي زي يعني احنا بنجيبها من بره بتكون نشفة شوية بتكون بتشد شوية ونشفة. دي مسلا هتكون تلات كوبايت جوز الهند. انا بحبها ما تبقاش نشفة قوي ولا بتشد. فعملتها كوبايتين ونص انت ايه? طلعها طعمها تحفة جدا ونفس السمك ده. هي مفروض يعني لو انتو عايزينها يعني ادخن من كده شوية هنصغر الصنية ولو عايزينها انشف من من اللي انا هعملها ديت هنزود نص كوبايت جوز الهند كمان. ممكن نزود عليها مكسرات من فوق او ما نزودش زي ما احنا عايزين. وانا اضح انت شوية البندوق بودر قوي قوي. وبعد كده كسرت شوية على وش كده من فوق. بيديها طعم حلوة قوي البندوق. وهضغطها بحاجة علشان تلزق في البسيمة ل ان هي مش مش طرية قوي زي البسبوسة. فانا لازم اضغطها قوي عشان تدخل فيها قوي. هدخلها على فرن درجة 180 نص ساعة بالزبط انا مش هحتاجة اشغل الشواية. هي اخدت اللون الحلوة دا كده وبعد نص ساعة مع نفسها. هي طالع حلوة قوي قوي يعني مختلفة شوية عن البسبوسة هي يعني هي فيها منها بس طعم جوز الهندي فيها غالب عليها جدا وميديها طعم حلوة قوي قوي ودايما بتطلع نكحة مش زي البسبوسة يا اما هتنشف مننا يا اما هتبقى مكسرة لا هي دايما بتطلع نكحة وفي ادنا ان احنا نخليها نشفة او طرية زي ما احنا عايزين زي يعني زي ما احنا عايزين هي بتطلع لان هي ما فيش فيها يعني افتكاثات ولا حاجة زي البسبوسة. اه هي طالع على زيزة قوي وحلوة قوي زي ما انتو شايفين طعمها طعمها فظيع وسهل جدا عايزكم تجربوها وابنفس الخطوات اللي انا عملتها ديت وتقولولي رأيكم فيها ايه.